تأتي ذكرى يوم الوطن محطة هامة تتوقف عندها الأجيال لتتصفح سجل التاريخ وتفخر بأمجاد وبطولات التوحيد لهذا الكيان العظيم الذي أرسى قواعده جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ظراه على اتراب هذه الأرض الطاهرة حتى أصبحت المملكة إنموذجا فريدا لمعاني الوحدة الوطنية وقوة التلاحم وترابط النسيز الاجتماعي وتمسك براية التوحيد والقيم الفاضلة الحقيقة أن الشعارات والكلمات في هذه المناسبة ليست هي المقصود من هذه المناسبة ولكن المقصود هو حب الوطن هو الإخلاص للقيادة الرشيدة هو العمل العلم النافع ليسهم الإنسان في بناء هذا الوطن وحمايته من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ولا نستطيع الحقيقة أن نحرص وطننا وأن نعمل بجد واجتهاد إلا إذا ربينا أجيالنا وشبابنا على حب الوطن وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح من أجل أن يعيشوا أعضاء فاعلين في هذا المجتمع يحمون دينهم وعقيدتهم ويطيعون ولاة أمرهم وكذلك يرفعون راية بلادهم في جميع المحافل الدولية ذكرى عظيمة ترجمتها الأفعال قبل الأقوال وشهدت بها الإنجازات قبل التصريحات فأصبحت المملكة العربية السعودية مثالا يحتذا ونبراسا يقتدى به في التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية الملك عبد العزيز رحمه الله كما سبقت وأسلفت أنه أسس ووحد هذه البلاد وأصبحت الحمد لله كما ترى هذا اليوم هي تنافس على مستوى العالم وهي يجب على أجيالها ويجب على أبنائها أن يفخرون وأن يحصل عندهم التنافس ويكون لديهم الفخر والاعتزاز بهذا الوطن مهم جدا أن نحرص على عبارات مهمة جدا وهي الاعتزاز بالدين والانتماء أو الولاء للمليك والانتماء لهذا الوطن أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز وجه جميع اللجان القائمة على الاحتفاء باليوم الوطني بضرورة شمول الفعاليات لمختلف المحافظات والمراكز والقرى في المنطقة بما يسهم في تسهيل الحضور والمشاركة في التعبير عن مشاعر الولاء والانتماء يبقى اليوم الوطني مرحلة فاصلة من مراحل تطور المملكة والانتقال من مرحلة الفرقة والشتات إلى مرحلة الوحدة والبناء بعد قصة جهاد وكفاح وانتصارات في ملحمة تاريخ سطرها الملك عبد العزيز ورجاله المخلصين للإخبارية عبد الله الفيفي جزان ترجمة نانسي قنقر